كل سنة ومصر بتفرح كل سنة ومصر بحرية عيد ما بعدوش عيد بالنسبة لي افضل ايام مصر لما نفتكر صورة يوم تلاتين ستة ليها احداث وليها انطباع عندي شخصي ما يتقارنش في وجهة نظري ان دي الصورة الحقيقية افضل صورة في وجهة نظري حدثت في العالم ليها احداث كلنا عصرناها وقت كان عصيب احساسك ان مصر بتفكك او ظن انها تفكك ويجي لك جيشك يلمها يشيل من على وجه الارض الخوانة يلم الصراع ترجع تبص في المراية وتبص على احداث في الوطن العربي تلاقي دول فيها حروب دول فيها اسرة فيها ميليشيات فيها وفيها يمكن النهاردة انتباع الحلقة شوية مختلفة ده بطر احوال انما هو الاسمة بالنسبالي هو الهدف ان يكون كلنا عايشين على ارض فيها حرية كأن شيئا لم يكن لو ما كانتش الصورة ولا كان فيه برامج ولا كان فيه اعلام ولا كان فيه اقتصاد ما كانش فيه اي نشاطات اللي حمل بلد دي جيشها بجد النهاردة ما قدرش اقول غير اني ارفع التحية والسلام لجيش بلدي جيش بلدي اللي خلاني حر ما خلنيش اسير زي ما قلت ان الحلقة النهاردة ليها واقع مختلف بالنسبالي واللي بيكمل الواقع ده هو اهل العلم في هذا المجال وهذا الصراع اللي كان احد ازرع الدولة وجيشها بانهم يحمونا عشان نفضل نعيش في حرية بره وجوه خليني ما افولش عليكم وافرح معاكم واخد اتصالاتكم اللي فيها انطباعكم عن مصر وقت الازمة وقت الصراع والنهاردة ايهما افضل ايهما اسمة ايهما حاسس بي بفرحة خليني ارحب الاول بغير في اللي هو شبل عبدالجواد اللي علشان اوصف المسمى بتاعه هو كتير هو رئيس قطاع مكافحة الارهاب للمنظمة العربية الافريقية ورئيس الشرطة العسكرية الاصبق برحب بيك وانا عارف ان في حيات كتير اهلا بيك اهلا بيك وكل مشاهدينك الكرام طولت عليك في المقدمة انما مقدرش اواصف كلام جميل كلام جميل مهما نقول لعدد ساعات مش هيواصف حق جيش كلام رحب حق بلدي وحق ولاد بلدي من في القوات المسلحة اللي حاموني بتكلم عن نفسي وعن كل مصري حر اهلا بيك وكل ضيوفك الكرام ومشاهدينك في كل انحاء مصر بيقولوا كده اذا حضر الماء بطولك تيمم صح لا خالص حضرت سيادتك ما نقدرش نتكلم عن احداث وعن سرعات كانت موجودة وانا ممكن يعني في هذا الصدد انا متعاطف مع الهاشتاج اللي النهاردة ظاهر قوي الفرسان ازاح الخرفان حقيقة انت عصرتها بنفسك كمان اللي هو اه 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 احكي لنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا في اليوم العظيم الجميل زي ما حضرتك وصفته الحقيقة هو يوم اه الى قلبي اه قريب جدا وانا في هذا اليوم كنت موجود ساعتها في الشارع اه بمناسبة هذا اليوم العظيم على الشعب المصري وعلى مصر كلها اللي رجعت لأحضان المصريين لان مصر كانت راحت فبنقول ومنوجه التحية اللي فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم الرجل الذي ضحى من اجل هذا الوطن حلو اوي ولو لم يكن هذا الرجل لما عاد هذا الوطن فتحية من القلب لهذا الرجل اه بمناسبة ذكرى 30 يونيو اقول لك على حاجة والناس تفتكرني ببلد اقسم لك ان انا جسمي اشعر من كلامك على السيد الرئيس احساسي بانه فعلا ضحى بنفسه وحط نفسه حقيقة في مجال اغتيال ومجال الاضطهاد دولي ومصري ومن من ال من اجل بقاء هذا الوطن عشان يبقى على حمايتنا دون تفكر من اجل بقاء هذا الوطن فتحية لهذا الرجل اللي حنواجه التحية التانية وهو شعب مصر العظيم العامل الاساسي في الصورة طبعا صح لو لم يكن شعب مصر لما كانت صورة صح وشعب مصر شعب اصلا شعب هو دائما وابدا بيشم رائحة الخطر صح رغم طيبة الناس واختلاف دياناتهم واختلاف ولكنه في حقيقة الامر بيستشعر الخطر واما بيستشعر الخطر هذا الشعب بيطلع مصريين بدون أديان بدون تواقف بدون الحقيقة شعب ليه طبيعة مختلفة حقيقة فتحية لهذا الشعب العظيم الذي قام بأعظم وأكبر ثورة في القرن الحديث صح هو ده هو ده الوصف اللي كنت محتاجة يوصفه ومحتاجة أقوله في مقدمك انه فعلا أفضل ثورة في الأسرة الحديث الحقيقة ثورة قام بها شعب وسندها جيش وشرطة صح تمام هذه الثورة العظيمة غيرت المنطقة المنطقة العربية كبير طبعا طبعا هي ليست ثورة بمصر لا إنما كمان عادت بالنفع على جيرانها على جيرانها طبعا وقضت على جماعة فاشية فاشية دينية متخلفة في أنحاء أجل الغربة أنا مش عايز حتى أقرن إنهم جماعة دينية لأنهم هم تسطروا بالدين حتى الدين بريء منهم صحيح ولكن إحنا بنقول هذه جماعة فاشية خرفان مش عاوز أقول خرفان أنا عاوز أقول جماعة متخلفة الفكر والعقل جماعة لا تملك حتى إدارة يعني لا ما عندهمش فكرة عن الإدارة ولكن هدفهم الوحيد هو كان الوصول إلى سدة الحكم وأتوا إلى حكم مصر وأنا دايماً بقول هذه الجملة في غفلة من الزمن صح استغلال مواقف ومحاولة أتوا أتوا غلط وبالتالي في هذا العام اتأخرت مصر سنوات طويلة صح بسبب سنة طبعاً أما لماذا قامت ثورة 30 يونيو ده اللي ممكن نقوله طبعاً ليه الثورة قامت قامت هذه لا أنا أنا مجاوب مستحيل حضرتك موجود قامت هذه الثورة لإني شهدت خلال عام تخلف ثقافي تخلف فكري تخلف اقتصادي في كافة مجالات مصر خليني أقولك أكتر كمان يعني أنا أضيف من وجهة نظري الشخصية طبعاً المحدودة ولا أفتي ولا أفتي ومالك في المدينة إنما إحساس حتى الخيانة إن وصول الحكم على حساب الشعب وعلى حساب الأرض ده كان بالنسبة لي أقصى درجات الخيانة هم بيتنفسوا كذب يعني يعني هم بيتنفسوا كذب وأنا كنت في الشارع ساعتها وكنت قريب جداً من من تصرفاتهم وشفتهم ده اللي كنت عايز أسأل سيادتك في أحداث كثيرة في مصر من أحداث العباسية وأحداث محمد محمود وأحداث حكي لي كده عن أرض عن الاحتكاك المباشر من الخوانة لا 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 طريقتهم والتعامل ودفعهم هما لدينا لهم ولا وطن ولا عهد أنا أحكي لك مرة في إحدى المرات والنهاردة برضو لسه أقير هذا الكلام وكنا في نادي سباط الشرطة في الجزيرة حتى الكبير اللي كان فيهم لا دينة له ولا وطن ولا كلمة ولا عهد هو خايل أو طبيعي ده بحكم قضائي تمام وكنا في نادي سباط الشرطة في الجزيرة وكان ساعتها سبت الوزير طبعا سبت المشير عبدالتح السيس وكان ساعتها وزير الداخلية أحمد جمال أحمد بي جمال وأعتقد سبت المشير كلمه ساعتها وقال له حناكتامع والقوال الوطنية كلها في إحدى دور القوات المسلحة وهي كانت بالتحديد دار الدفاع الجوي واتفقوا على يوم وجات القوى الوطنية بالكامل في هذا اليوم وفي آخر لحظة رفض الحضور الخيائي طبيعي طبيعي هيعد يقول إيه صح وفي هذا التوقيت مصر كان بيحكمها ليس هذا الرجل ولكن كان يحكمها ستة أخرين هو مش منهم صح يعني هو متحدث عنهم الحقيقة هو كان بياخد تعليمات منهم ولكن قامت هذه الثورة من أجل عشان ما نتكلمش كتير عن ناس خلصت قامت هذه الثورة من أجل عودة مصر المصريين خبا سيادة كفراندم إن أنا لما بتكلم عنهم هدفي أوصل للناس رؤية هم كانوا حضرينها لو لا يعني كشف المصطور عن خيانتهم وعن طباعهم كانت تبدأ المصر يعني متشتتة متقصمة بشو مصر اللي حب نتكلم عليها أكبر من أحد مصر بشعبها وحضرتها وثقافتها مصر علمت العالم وأنا بادئ دايماً بقولي الجملة دي مصر اللي علمت العالم مصر حضرتها مصر إيه مصر الدنيا كلام جميل آه لا الحقيقة يعني كلام جميل بس معه أما نتكلم عن مصر هليني أخد كمان يعني هستأذن سيافتك أيني أخد كمان اتصالات وأخد يعني أهل مصر اللي قاموا بالثورة واللي وقفوا معنا مساء الخير مساء الخير دوابة من أسوات دوابة مساء الخير عليكم مساء الخير عليكم مساء الخير علي حضراتكم كل سنة حضرتك أيب الأول بهنق شعب مصر العظيم والله بهنق شعب مصر العظيم آه دوابة من أسوات من أورانا زي حبلة الجنون حضرتك زي الفل بهنق شعب مصر العظيم والسيد القائد الرئيس والقيادات الجميع وابطالنا الجيش والحماعة اللي بيحمونا وكل طواقف مصر بثورة تلاتين بثورة تلاتين عايز أسألك سؤال أنت محافظة أسوان صح كده نعم قوليلي فكرة الأحداث والأيام دي كان أيام ربنا ما يرجحها إحساسك إيه أول ما حسيتي أن احنا انتصرنا على الخيانة وعلى الكد حضرتك احنا كل حسين من أن احنا يتمع يعني شعب مصر كله كان حاس أنه نتين حسين أن احنا خلاص بيجينا في جفضة ناس صودوية ناس مش فاهمين البلد العظيمة اللي تجلع غيها الرحمن البلد اللي ذكرها ربنا في القرآن مصر كنانة الله في أرض البلد العظيمة بلد الأبطال بلد يعني إحنا لو جلنا في مصر منا المئة سنة جدام مش حنسد مش حنوفي بشكرك بلدنا بلدنا العظيمة اللي ربنا أنعم علينا بها بشكرك أستاذ دوابة من أسوان مثال مثال حي الشعب مثقف واعي صحيح هو اللي حرك هو فعلا يعني حجر الأساس إذا تحرك الشعب مفيش كلام صحيح كله يقف قدام تحرك الشعب صعب أوي أي أن كان عدد الخوانة وعدد المتأمرين أنهم يطغوا على الأكثرية على مصر صحيح فسد وخونا على دولة صح ما حصلش أي أن كان ظلمه أي أن كان البوتان لا 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 ما حصلش في الآخر تعال النهاردة سيدس إبراهيم نشوف لو لم تكن 30 يوم ماذا كنا الآن حلو أوي دايماً المشهد ده يعني أنا حابب كل المشاهدين ينتبهوا وقت الكلام عن المشهد ده المشهد ده دايماً كان بيرودني أول ما ببص في شاشات الإخبارية على جرانا وأشقائنا اللي ربنا فعلاً يعني يحل الأزمة من عليهم سوريا ليبيا ده المشهد اللي بيجي دايماً في دايماً ماذا كنا ماذا كنا نحن الآن انقسام أعتقد لا 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 لم تكن هناك مصر صح خلاصة هذا الكلام كان هيكون اسمه فقط أه أعتقد وما كانش يعني كان حيتنفذ المخطط بشكل أو بآخر وبالطريقة زي ما أنت شايف عندنا دول كتيرة مش موجودة على الخريطة أمثلة 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 كثيرة جداً اختفت دول اختفت من على الخريطة ما بقتش موجودة دول راحة تعال أسألك بالفعل عن الربيع كان يقال الربيع العربي دول زي اللي قامت فيها الصورات النهاردة الدول دي وضعها ايه وحالها مش موجودة ما أنا قلت الحضرتك اختفت من على الخريطة تعال بقى نشوف ما بعد 30 يونيو وحال مصر صح زي ما وصفتها أرض الكنانة أرض تجلى فيها الله سبحانه وتعالى صح أرض الحضارات رسالات أرض البطولات أرض الرسالات أرض السياحة أرض الرياضة صح أرض مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن مطمع الغزاة اللي وصى الرسول على على شعبها على شعبها صح مصر دائماً وأبداً مصر فعلاً مطمع للغزاة طبيعي مصر بوابة بوابة إفريقيا وكان مخطط خارجي أكيد لا طبعاً مش أكيد ده كلام واضح زي الشمس طبعاً مخطط لأنه لأن إذا سقطت مصر فقطت المنطقة صح فقط العربية وهما لم يدركوا هذا لأنهم لو كانوا يدركوا هذا إن هذا الجيش هما دلوقتي وقفين ووقفين أمام صمود الشعب المصري والجيش المصري في حيرة بحس التعجب أيوة في حيرة طبعاً تعجب أه طبعاً إزاي الناس دي كده إزاي الناس دي كده خرجت من الأزمة وخرجت أقوى أه لا خرج شعب وجيش مع بعض وشرطة وقضاء وكافة طواقف الشعب ملتحمين أكثر من الأول صح الحقيقة وبالتالي أنا أقول حاجة ثورة 30 يونيو تعلم منها العالم صح تدرس تدرس صح يغير نظامين طبعاً شعب واعي واعي جداً صح وشعب قوي وشعب الحقيقة بيقف رقياته وشعب الحقيقة بيتحمل لأنه هو بقاله كتير متحمل تاعب وبيتحمل من أجل هذا بات خليني أقول لك وبالفعل حدراك قلت شعب بيتحمل أه طبعاً إحساسه أنه يتحمل ضد فساد ضد ظلم مش هيقدر يستحمل إنما يستحمل علشان وطن وعلشان إحساسه بأن الراجل اللي موجود وبيخدم البلد حابب الأفضل لها ليه؟ كل الشعب المصري شايف حجم الإنجازات صح وبالتالي بيقول لك أنا مستحمل مستحمل رغم وجود غلاء أسعار وا 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 لكنه شايف مؤشر مختلف شايف أداء مختلف أتطفق معك آه لا لا شايف يعني تعالوا نشوف العشوائيات اللي لم يلتفد ولم يجرؤ أحد أن يتحرك في هذا الملف غير هذا الرجل صح النهاردة في عشوائيات عندنا ما أعتقدش حتى وإن كان حتى وإن كان موجود لها خطة موجود لها خطة صح في كل محافظات مصر في كل محافظات مصر النهاردة كل العشوائيات شوف غيط العنب وشوف يا لا شوف كتير شوف الأصمرات شوف كل حاجات كتيرة جدا شوف النهاردة حجم إنجازات اقتصادي مهول هذا هذا خليني أقول يعني الجزئي دي خليني أخذ صوت المصريين الأول وأخذ اتصال وأرجع أكمل الإنجاز بسبب صورة 30 يولي مساء الخير ألو أيوة يا فندم إذا بخانت مساء الخير أنا ممكن أعمل مدفع ما أخذيك فضال يا فندم بص أنا ثورة 30 ستة دي بص أنا أول حاجة ثورة 2011 دي كنت أنا في ابتدائي ما كنتش أعرف كان يهي ثورة تمام ماشي مجبرت شوية كده عرفت بقى بس كان أياميها وأنا في ابتدائي كان انتشر فترة البلطاجة دي في أيام مورتي دي كانت جامدة جدا ما كناش بنعرف ننزل للشرع وكلام من ده صح ما جاء ثورة 30 ستة أهم حاجة البلطاجية اللي كنا بنشوفهم ماشيين بالسنج والسرب دي اللي كانوا يعاملوها على نصف الثورة دي انتهت دي كان أهم حاجة في الثورة دي كنت أحب بها تبت بقى عنها ما كنتش عارف الإخوان وحف من الإخوان وبقى صغيرة صح الثورة دي كانت الأمان بالنسبة لنا كان حاجة بقى كنا بنمشي في الشرع عادي كده لكن كنا بنجي المغرب أهلين ما يخفوا علينا ودخلونا من الثورة انت منين؟ منين يا بسانت؟ أنا من الشرقية وفتاني عملية إعلام حالياً دلوقتي وأتمنى أنه نعمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وعندي يقين كده في ربنا أنه أنا أكون أصغر مزيعة أو أصغر طالبة تعمل لقاء مع الرئيس الحالي اللي عبد الفتاح السيسي عندك كم سنة؟ أنا فتاني أصلية إعلام جامعة في الزأزي طب أنا يوفائك ويكرمك وقاله مبصول ديكي جداً نعمل مع لقاء صحة في لمدة عشر دقايق وأنا أشغال على الموضوع دوت بقالي سنة نعمل تلفات بس يوا ممكن ظروف الالتزامات بتاعته الخارجية وإن شاء الله ربنا إله وإهالك أهم حاجة الرئيس ده عملها المصر رابد أتبار مصر بين جميع الدول اللي كانت في فترة مرسي كانت كرامت لروح الأرض الراجل ده رفع مصر تاني فوقه وخليها بوق الدول والله بشكرك إنك فتحت الموضوع ده بشكرك جداً جداً بسانت رغم إنها شابة وصغيرة إنما وعية زي كل مصر شايفة هي وعية على بلطجة وعلى ثبات وعلى حماية وعلى أمن شوف أستاذ إبراهيم إذ لم تكن هناك دولة قانون والشعب يستشعر أن هناك حكومة ودولة لها أعمدة تستطيع السيطرة على كل مكانه أما اللي إحنا كنا شايفين وهي بتحكي عليه خليني يسحق طبس منها الهيبة لما الهيبة ترجعها لك دولة إحساس مختلفة إحساسك وإنت بتفرج على اللقاءات وقت وجود الخاين أو الخوانة ما عنديش أي رد لهم أو مسمى غير الخوانة ليه؟ ليه اللي هي بتعاني منه؟ لأنهما كانوا بيشتغلوا الحساب فئة معينة صح لا يهمهم هذا أو لذلك مكسورين ومزلولين ما فيش هذا لا طبعا ما فيش وما كانوا مشتغلوا لحساب الجماعة وبالتالي كان الشعب المصري بيحس بالإحساس بنتنا شفيته وبالتالي إحنا بنقول برضو بمناسبة بنتنا دي تحية للست المصرية أو المرأة المصرية اهتم بها أو سيد الرئيس من حقه ليه؟ ليه؟ هذه المرأة في 30 يونيو وبرضو كنت أنا في الشارع الحقيقة كان لها دور قوي جدا في وجودها في الشارع كل أم مصرية خدت ولادها ولدت الشارع كانتش خايفة لا 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 مش خايفة رغم أن في السورات وقوة ما قبل كانوا دايما بيخافوا على ولادهم ليه؟ لأنها أدركت أن حماية زي البنتنا ما قالك كده أن حمايتها مع الدولة مش مع حد تاني أنها الحرية في الدولة الدولة إذا قامت الدولة ضمنت حريتها وضمنت أمانها وسلامتها وسلامت أولادها أما إذا لم تقم الدولة حتجيب حرية منين وحرق وحتتطمن على أولادها منين وعشان كده كان لها نسبة حضور عالية جدا في الشارع المصري وده أصاب الجماعة الإرهابية بنوع من الخوف والحزن والخوف آه طبعا طبعا عاوزين نقول عاوزين نتكلم بقى هنا بمناسبة أن احنا بنقول ماذا بعد تلاتين يونيو؟ صح ده مهم جدا لو ما فيش تلاتين يونيو هي دي سمار الصور بربع ديك لو ما فيش تلاتين يونيو ما كانش فيه مصر لم نكن لا 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 مش قاعدين هنا النهار احنا كان زمانا في حتة تاني تعالوا بقى نشوف بعد تلاتين يونيو ناجئين ماذا حدث لمصر ونتكلم على الأرض الواقع صحيح واللي عاوز يشوف ينزل ويروح يروح ويتمشى وينزل ما فيش حد في البيت مش حيشوف فيه ناس كتب بتشكك في هذا لا اتفضل ينزل وشوف عشوائيات مليون ونص فداني كباري وانفاء في برصعيد وجنوب الاسماعيلية ربطت شارق بغرض سينة بالوطن الام طرق في كل الدنيا فتح محاول كتير جدا اعادة مصانع كانت افلت تشغيل عمالة كتير جدا في سينة وفي مدن كثيرة جدا ده كله نتاج ايه تبكلمني على الصعيد المصري على الصعيد الداخلي تعالى اتكلمك على الصعيد الداخلي اللي المواطن هيحس بي ما هو عندنا المواطن لازم يحس صح اذا ما حسش صح وما شافش طبعا هيبقى ليه رأي اخر صح لان هو الحسبة بان المواطن دايما المصري يقول لك انا مش عايش شعارات انا المهم انه عايش حاجة ملموس صحيح كلام مصبوط صحيح لازم يحس انا بنوريله فعلا تعال النهاردة شوف منظومات كثير جدا في مصر تغيرت الحقيقة اولا في حاجة كمان مهمة جدا يا سيد ابراهيم الحقيقة للناس كلها تلمسة دلوقتي محبة الفساد في كل مكان صحيح في موجود ولكن الدولة بتضرب بيد من حديد دون تفرق اقول لسيادتك واكد لك وانا متفق معاك مية في المية احنا برنامج خدمة احب بالاصل احنا موجودين ومجلس ادارة القناة كان هدفها خدمة المواطن تعال نبص دايما على اخر عقد واللي هما من وقت الثورة الان كمية ضبط تاسدين لم يتم القبض عليهم طوال العهود السابقة لا وفي حاجة مهمة كما وهم يعني رؤساء ووزراء الرئيس ما بيبصش القانون هنا لا يطرق الحقيقة كلام لك لغا خالص لا يتسطر على جديد صحيح صحيح ودي نقطة مهمة جدا اذا طبق القانون على الجميع صالحة الدولة صح بذلك انا اتطبق معاك مية في المية اه اه لازم تصلح الدال وده برضو الحقيقة سطر حريص علىها جدا خابة الادارية شغالة كل الاجهزة كل الاجهزة بكل تفاصيلها وكل تخصصاتها شغالة حروب داخلية للارهاب الداخلي للفساد الداخلي حروب خارجية للارهاب الخارجي اه اشوف صراعات انا اشفق على سيدي الرئيس صحيح اه حرب وصراع من كل حتة صح انما بنقول للشعب المصري خليك على اه ورا خلف القيادة بتاعتك خليك دايما ثق في قيادتك ثق في حكومتك ثق في مديرك ثق في رئيسك اما لك في كل هذا هتبقى الدنيا كويسة جدا اه ويعني مش عاوز اقول وزي ما سيدي الرئيس قال الخوف من الداخل ولاسا من الخارج صح صح احنا كلنا ممكن نختلف لكن نختلف على وطن لا لا صح صح كلام مهم كلام مهم جدا كلنا نختلف كلام مهم ولكن نختلف على وطن هو ده اللي مش مطفو صح اه تعال نشوف برضو في ظل هذا اما قاعد يقول لك تسلح الجيش المصري فاكر كان بيحارب ازاي فاكر طبعا بعد الثورة في شراءه الاسلحة وا 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 وكان يحارب ازاي ليه انا عاوز اقول لك حاجة مهمة جدا اه وانا شفتها مع قيادات قيادات خدمت معاهم هؤلاء القيادات يعرفوا يعني ايه مصر ويعني ايه استراتيجية مصر وعندهم خطة ورؤية لما يحدث انا بقول لها ازاي الكلام واسمعته من المشير طنطوي قبل كده اه وانا كنت في ربك النقيب برضو الناس دي ليهم كل التحية والتقدير تعلمنا منهم وحنفضل نتعلم منهم لان الناس دي مدركة لما يحدث مفيش مقاتل في الجيش المصري يخون بلدي لا مدركة لما يحدث في ايه صح عارفين ما يحضي مصر من مكائد عارفين اعداء مصر كويس جدا دارسين اعداءه كويس جدا تعني كده سيادة اللي هو انه رؤية المواطن المصري مختلفة عن رؤية الرجل الدولة طبعا من رؤية على الاحداث اذا تشوف رجل الدولة قدامه معطيات كتيرة وقدامه معلومات كتيرة يمكن مش متوفرة للمواطن العادي لوازع حالاتي واي مواطن تاني لكن رجل الدولة بالطبع قدامه معلومات متوفرة وبياخد القرار على اساسها مش كده تعالى اسألك في نفس الحتة دي كده فضل وجود سيد الرئيس كان في وقت الطاغية والفاشية كان موجود وزيرة للدفاع تمام صح؟ اه كان تحدي رهيب جدا انه يختار المصريين وينشق عن هذه العاهات الخينة في انه ينقلب ويقف مع المصريين شوف هو لم ينقلب على احد لا ينقلب في صفوف المصريين هو قال لصفوف المصريين 48 ساعة شوف عشان نستيبقى فاهمة اه هو 48 ساعة اللي هم الخواني عايزين يسموها انقلاب هو انقلب مع المصريين وليس ضدهم 48 ساعة قال إذ لم تجتمعوا ايوه فسنانحاز للشعب المصري هو ده الانحياز بس انحاز للشعب المصري انحاز للشعب المصري كان بالنسبة انا انا اشوفه في وجهة نظري اه يعني تحدي رهيب طبعا يعني قرار صعب صعب على من صح مش صعب على رجل صعب على من على رجل عسكري على رجل يدرك يعني ايه خلي بقى لحضرتك انا حولك حاجة هما رحوا لهذا لهؤلاء الناس اربع مرات وقالوا له احنا يعني كبار القادة طبعا في هذا التوقيت رحوا احنا معاك وحنساعدك ومشاكل مصر اهي وحلولها اهي تمام؟ مشاكل مصر والحلول وعند ساعدك وانا لم يلتفت لأحد مرات ومرات وابسطها واقربها زي ما قلت لحضرتك اللقاء اللي كان في نادي ضباط الشرطة في الجزيرة فلا مش جاي ما كانش عندهم استعداد في اي حاجة وبالتالي كان لازم تقوم ثورة 30 يونيور انا عاوز اقول لك اما قامت ثورة 30 يونيور ريحة الهوى نفسها اتغيرت الله عبير الحرية تعلم رياح الحرية اعتقد كلنا شمناها ولا صح كلنا شمناها اللي ترجعنا للذكريات جميلة اه يعني من 29 لتلاتين الهوى كان حاجة وبقى حاجة تانية يوم تلاتين صح اساس الخوف والزعر لا 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 خوف مصرين ما بيخافوش من حد خليني اطلب من كل مشاهدين قناة صحة والجمال متابعتنا ويستنونا وحابب انوه كمان عن التردد الجديد اللي هتبس عليه قنوات قناة صحة والجمال 11 823 كلام مصبوط معايا زمالنا 11 823 عمودي التردد ده هنبس من خلاله على قناة صحة والجمال خلوني اتابع معاكم ومشاهدين قناة صحة والجمال رأيكم في مصر الحرة مصر القوية في 30 يونيو افضل صورة مر بيها العصر الحديث كله واسمع قراءكم وارقام تلفوناتنا موجودة على الشاشة خلوني اروح فاصل وارجع لكم مرة تانية واسمع كل قراء المصريين الشرفاء واجعنا ليكم مرة تانية في يوم عيد يوم فرحة يوم للشعب المصري كله لازم يفتكر ويفرح لازم يتبسط يتبسط بصورة قام بيها ضد الطغاء ضد الخوانة ضد الإرهابيين اللي ربنا أنعم علينا بجيش ورئيس يحررنا من ده كله أرجع لسياتلوة شبل عبد الجواد معاصر الصورة ورئيس قطاع مكابحة الإرهاب بالمنظمة العربية الأفريقية أحداث كميلة عدنا بيها أنت تفتكرها وختمت قبل الفاصل بأن حتى طعم ريحة الهوة تغيرت ريحة الهوة تغيرت ريحة مصر تغيرت وبقول هذا الكلام برضو قلت قبل كده الحقيقة لأ لأ كنا في مكان ومصر رجعت مكان تاني خالص مصر كانت في طريقها للهنيار مصر كانت بس أنا حقول برضو يمكن أنا كنت متأكد وأنا كنت في الشارع من فشلهم لأنهم لم يستطيعوا على حجم على قيادة الدولة على قيادة الدولة في حجم مصر مصر كبيرة قوي مصر كبيرة إذا ما كانش حد فاهم يعني إيه مصر لا يمكن أن يقود مصر ولا شعب مصر وعشان كده اللي بيقود مصر مدرك طبيعة شعب مصر مدرك حجم مصر في المنطقة وفي العالم كله مصر لو أنت شفت مصر على خريطة العالم هتلاقي مصر فيه منتصر في العالم صح؟ لو حطيت البرجل على خريطة العالم هيطلع سن البرجل في مصر مصر أم الدنيا الحقيقة مصر هي قلب العروب النابض كنا بنفسكرها شعرات ولكنها أما كبرنا وفهمنا عرفنا ندي الحقيقة مصر لا أنا وأنا بكلم عن مصر بحس أن أنا جسمي بأشعر طريقة كلامك بتوديني حتى في عالم آخر يعني خليني أكتبس من كلامك مقولة السيد الرئيس في أنه دايما السيد الرئيس دي راهن على وعي الشعب المصري خليني بمناسبة رهانه على الشعب المصري خليني أخذ صال تفضل من أحمد من مطروح نساء الخير يا حضر كل سنة وانت طيب وانت طيب حضرتك صحة والسلامة تفضل يا حضر ربنا خليك يا رب احنا يا رب ندعي يعني يا ربنا سبحانه تعالى يحفظ الجيس المصري ويحفظونا سيد الرئيس الحمد لله علامة الأمن والأمالنا احنا غيا حلو قوي صح تمام يعني هنا الناس كتير بتتأمر علينا دع عندك حق يعني انا والله مش عارف اوليه والله العظيم مش عارك بس ما تخافش يا احمد خايف من ايه بس لا ما تخافش احنا مصري يا احمد يتأمر من يتأمر احنا الشعب المصري احنا براها المصري احنا احنا اللي هزمنا ناس كتيرة واحنا المصريين اللي محدش بيقدر علينا ودي الحقيقة بجد اه فما تخافش بيتأمر علينا اه واحنا بالمرصاد ليهم والغيرهم وستبقى مصر ابدالابدين يا رب خليني اخد بشكرك الاول يا احمد خليني اخد تصال من محمد مساء الخير يا محمد مساء الخير يا فندم حضر كل سامن طيب الاول وانت بالصح والسلام يا فندم انا محمد عباريام من العشر من رمضان جار الشهيد احمد المنسي البطل الله ربنا يرحمه يا رب ده من الناس اللي كانت مخترمة جدا الناس اللي متعرفوش احمد المنسي ده بجد كان ابن بلد وكناش نعرف الفترة طويلة ان هو في الجيش خارج ده كان حاجة مخترمة وحاجة فعلا تستحق التكريمه نتمنى من العشر من رمضان ان هي على اقل يا تكتب مدرسة باسمه او شارع باسمه يا فندم وبنهن الشعب المصري كله بالعيد النهاردة عيد تلاتين يوليو ويا شعب مصر مش عايزين بقى تخريب في البلد وانتبه البلد تنشع عشان البلد دي تبقى احسن بلد في الدنيا مشكرك قوي يا احمد وبرضو انا ندخل بعد اذنك لأحمد كده نقوله يا احمد احمد المنسي وكل شهداء مصر هم تاج على رؤوسنا اه طبعا ولو لهؤلاء الشهداء لما كنا نحن نجلس الان احمد المنسي ده فندم والدخطور صادر من اخفر الناس اللي كانوا عندنا في الحتة احمد المنسي ورفاقه تاج على رؤوس كل المصريين ودي طالبة من سيادتك انبه فيه شارع باسمه الشهيد احمد المنسي شارع باسمه محفور في قلوبنا ده محفور في قلوب المصريين يا حبيبي ده الاطفال عارفة يعني ايه احمد المنسي صح اسمه اتحفر اتحفر في قلوب المصريين وكل ومع هذا برضو هذا الكلام واصبح شعار لكل الشهداء نقوله للسيد محافظ الشرقية لو هو سمعنا واحمد المنسي خلاص يعني انا عاوز اقول لك اسمه لان يونسا محفور في التاريخ صح هو ليس منسيا اطلاقا صح هو وكل رفاقه شهداء خليني اخد اتصال من فاطمة مساء الخير يا فاطمة من القصر اتصال من فاطمة مساء الخير يا فاطمة اولا احب اوجه تهية للسحب وللغيس وبمناسبة الثورة وبنشكرك يا فاطمة قوي فعلا الصوت البنت المصرية والسد المصرية سد المصر اه اه على سجيتهم شفت بعينك ده في وسط الثورة شفت انا شفت مصر كلها صح شفت مصر وقت الثورة وقت احداث يناير تخيل انا هقولك حاجة لم يدخل مصري او يصاب مصري في احداث تلاتين ميليون دي كل مستشف رغم التلاتين مليون او العشرين مليون او التمنتاشر مليون اللي كانوا في الشوارع لم يصاب احد مفارقة غريبة طبعا لان ما فيش عنف في شعب نازل فرحان في شعب نازل بيسترد حقوق المسلوبة اقول لك كاللي فضل من وجهة نظري لانهم كانوا نازلين بكل فرحة لتفويد السيد الرئيسي اه انا بقول كده هو كان ساعتها طبعا لسه يعني الدنيا ولكن انا هقول فرحتهم باسترداد وطن طبعا وبيفوضوا بيقولولوا رجع لنا رجع لنا بلدنا انا هقول فرحة باستعادة ارض انا هقول فرحة بتغيير هوا انا هقول فرحة بامن وامان انا هقول فرحة بشعب واعي اتطمن على ولاده بقيام هذه الثورة كان لا يستطيع احد ان يتحرك في الشارع حتى اللي ساكن فيه اللي اقول موضوع الامن والامان ده مش هيحسه اه انا هقول فرحة يا احمد يا أستاذ ابراهيم بعودة الشرطة المصرية لحضن المواطن وامانه انا هقول فرحة في ولادنا وجنودنا الابطال اللي حاموا مصر ومنشآت مصر ووزارات مصر وارض مصر في هذا التوقيت صح الخطير اتطفق معاك خليني اخد اتصال من أستاذ زينب من الأقصر مساء الخير مساء النور كل سنة انت طيبة وانت طيب يا أستاذ كل سنة وانت طيبين بمناسبة الثورة انت بيصحها الرئيس وكل هيئات الدولة وبعدين يا أستاذ عازة وجه تحية للرئيس وبقول له من تقدم الى تقدم إنساء الله ربنا يا كلمة والسعب معاك إنساء الله وبشابه زي كأنه قائدة استفيلة وماشي بينا إنساء الله الى الأمام وإلى التقدم شكرا لك وبشكري السلامة خد بالك الناس لما تكون على سجيتها بتكون فرحانة سوت مصري بتحس فعلا بالقصر بتحس بالصدر سوت مصري صح صوت مصري يعني هذي سيدة مصرية من من صعيدة مصر صح عشان انا مش عاوز اقول صعيدة مصر احنا كلنا مصريين وانا ضد اي حد يقول الأصل ده مش عارف مي لا احنا كلنا مصريين ولكن هذي سيدة اه شوف احنا وصلنا كلامها صح لأنه طالع من قلبها واحساسها بأن منطقتها ومكانها اتغير واللقصر دي يعني شعبها شعب طيب جدا جدا هما وأصوان وأصوان طبعا شعب مقربين لقلبي قوي اه شعب طيب جدا وشعب بتتكلم باللي شايفاه بتتكلم بكل حب لوطن بتتكلم بكل حب للسيد الرئيس بتتكلم بكل حب لجيش وشرطة وشعب لما يوصل السيد الرئيس كونه احساس المواطن انه ده ابوه وان ده القائد المقرب لقلبه وليس رئيسا فقط لمصر احساس جميل اوه انت بتلاقي في كل حتة مع الناس صح في كل مكان احساس نفسي بيطمن بيطمن المواطن جدا انك موجود معايا وانك نزلت هي دي سمار الصورة هي دي سمار الصورة عاوز اقول برضو ما تدخل منطقة مثلا زي الاسمارات وتشوف الناس اللي كانت قاعدة في عيشها شوائيات اه لا 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 بتلاقي ناس مختلفة حياة جديدة حياة جديدة خالص ربنا جعلوا لبناء مستقبل وحياة جديدة نضيفة اه اه اما تشوف كل التغييرات اللي حصلوا بخ انا مش حاول خارج القاهرة النهاردة انت ممكن توصل من بيتك لأي مكان انت عاوز تروحه بمنتهى السهولة صح ليه؟ اتفتح الطرق جديدة صح اه اتشاءت انفاء جديدة بينفس مصر بينفس مصر صح خليني اخد اتصال حمادا المطروح بساء الخير يا حمادا وكل سنة وطيب وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تانا وصبايبين بالساحة والسلام بالسلام يا حبيبي بالسانة والسعى بالمصر كله طيب وخويس ربنا يخليك يا رب وانت ودايما مطروح عمرة بأهلها يا رب الله يبارك فيك نحنا كلنا مطروح كلنا شعبا قلبا وقالبا مع سيد الرئيس ومع الجيش المصر كلنا مع السيد الرئيس كلنا مع الجيش المصر ربنا كلنا مع الجيش المصر كمان صح لانهو ايكونة الجيش المصر المسبنة بشكرك يا حمادا وانت بصحة والسلامة كل محافظات مصر تحس انها فرحانة من قلبها طبعا انا في وجهة نظري فعلا عيد هو عيد بعتبره عيد ليس مسمى فقط عيد الصورة انما حقيقي اول ما براء بس ترجع ذكراته بس عشان احنا حضرنا يوسوز ابراهيم وشوفنا هذا الكلام فعرفنا يعني ايه صورة احنا احنا قرينا كتير عن صورة ولكن بما ان احنا عشرنا صورة واحنا في سننا فحسينا يعني ايه صورة حسينا يعني ايه حرية حسينا يعني ايه امن وامان فعشان كده بنتكلم بكل فرحة بكل سعادة ايه مش حاوز القلك خلينا كانت الدنيا بتضاري ازاي اتفضل انا عايز اضتكمل ده بوضحكة دي اللي فعلا فيها استعجاب او استهجان على فئة محاينة خليني ااخد باقي قطاع واجه بحري خليني ااخد اة مكالمة برساعد من محايا محمود مسائل خير يا محمود مسائل خير كل سنة وأنت طيب الأول وأنت طيب حبيب الثورة ثورة 30 يونيو كانت عاملة إزاي عندكم؟ أنا ما عرفش ثورة غير ثمسة وعشرة تقريباً الاتصال اتقطع هو طبعاً بصرين كلهم هو ما يعرفش هو يعني خد بالك إنه الوعي وقلت الوعي إنت مش هتوصل الفكرة لكل المواطنين بصر زي الأخ ده اللي هو بقولك أنا ما عرفش مش عارف إيه مفيش مشكلة هو مش فاهم مش فاهم ومش مدرك وإما تيجي تفاهم مواحد زي ده مش هيفهم صح صح إحنا مش هيفهم بجد عقليات عقليات هقولك لأن عقع اللي مش فاهم يسترجع كده ويشوف شكل البلد وشكل البلدان المجورة هي متفككة وهي كلها ميليشيات أنا عاوز أقولك قل له وهو يفهم عاوز أقولك حاجة كل اللي انت شايفهم دول كانوا أصحاب مصالح ومستفدين صح أما انقطعت هذه المصالح هم مش قادرين صح صح هو ده دائما الفاسد اللي بيدور على العشوائيات طبعا فاسد بيدور على العشوائيات وبيدور هيكسب إزاي وحياخد منين وهم كانوا الحقيقة منغلقين عن نفسهم هم كانوا بيهلبوا في هذا الشعب المصري فعاوزوا يبقى إيه صح هو محتاج الفساد عشان ما يبقىش فيه صح محتاج 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 يسرق وينهب دائما النقطة الصودة احنا ما بتبنش غير في البياض وهو دلوقتي دا حتيجي تفهمه في إيه صح صح حتيجي تفهم ده في إيه إزكان هو أصلا مش فاهم صح وهو أصلا بيكلم عن صورة 25 قبل ما نقطع العدة دي خد أكتر من الوقت قبل ما نقطع الدها هو ما يعرفش يعني إيه أصلا برسعيد صح أقسم لك بالله صح وأنا بقول وهو يا ريت يكون سامعني ما يعرف أولاده فين صح ما يعرف أولاده فين اللي بتكلم ده صح العشوائية لإنه جبال بص ما أنت ربحة من شيء يصعب عليه تغيير الآخر صح انت ما شفتمش في الشارع اما كانوا بيدخلوا الاحياء وهو في سدة الحكم كانوا بيرصفوا شوارع بعينها صح لا ده عايزين حلقات عشان تبينوا وتوضح المهازل احنا عاوزين لو احنا عادنا نتكلم عن هذه السنة انا عاود اتكلم خمس سنين دمروا عن اللي شفته دمروا حاولوا يدمروا كل حاجة في سنة هم ندمروا الاقسام هم ندمروا الاحياء هم ندمروا المجمع العلم سيادتك كانوا بيهددوا علنية بالارهاب والتفجيرات هو فيه هد كده جحود انك تهدد بانتحار انك ترمي بين ادم وتخليه فجر نفسه في مصر زيه فيه اكتر من كده جحود يعني شفنا فترة ربنا سبحانه وتعالى ثم جيشنا ورئيسنا وشعبنا الجميل وشعبنا اولهم هو الاداة الرئيسية وهو الايد هذا الشعب العظيم الوطني الشعب اللي بيحب بلده الشعب اللي وقف وانحازي الجيش ليه صح وعشان خاطر هذا الشعب يغير فساد صح فساد اعتقد من سنة 28 لحد سنة 2012 وما بيحاولوا لهذه النقطة وللأسف محدش قضى عليهم غير الشعب المصري الشعب المصري الشعب المصري والسيد الرئيس طبيعي اولهم وانا طبيعي يعني طبيعي وراهن على ده انه محدش قدر على الاخوان غير السيد الرئيس وجيش وعاوز اقول لك حاجة كمان بجد هم انتههم العالم كله بسبب وجود سيدي الرئيس تمام والله تمام انا ما بقولها لا خالص يعني لا اريد خالص خالص اي حاجة والله اني بقولها فعلا لان انا قريد تاريخ ومحدش قدر عليهم غير التاريخ المعاصر السيد الرئيس والجيش والشعب المصري هم اللي قادوا على الاجزوبة بتاعتنا وهو عيفكروا انه حيرجعي كلهم وجود تاني انتهى صح انتهوا انتهوا لانه بتجروا بالدين صح الشعب بقى واعي اكثر من زمان بكتير لا بكتير تحب تقول ايه اولا نبدأ بالشعب المصري اولا بقوله كل سنة وانت طيب يا شعب مصري عظيم يا جميل تحب تقول ايه للسيد الرئيس وقبل ما اقول للسيد الرئيس بقول للشهداء اللي ضحوا من اجل مصر انتم تاج فوق رؤوس المصريين اتسجلت بحروف من نور على صدور كل المصريين بقول سيد الرئيس سير على بركة الله انت تفعل ما لم تشهده مصر من عقود طويلة في ست سنوات فقط اتغيرت مصر اقسم بالله بقول هذا الكلام من قلبي وبقوله ليس للإعلام بقوله في كل حتة انا ما بامشي في حتة انا فخور بمصر وما تم على ارض مصر انا فخور بكل خطوة وكل شبر في مصر اتغير لو مشيت في مصر هتلاقي مصر جديدة هتلاقي مصر الحضارة هتلاقي مصر حديثة وزي ما قال عشرين عشرين هتكون هناك مصر حديثة وجديدة وحقق مقال فله مننا كل الشكر وكل التقدير وكل التحية نهاية جميلة ونهاية لقاء جميل مع اللواء شبل عبد الجواد اللي ختم كلامه بشكر جميل للشعب المصري للسيد الرئيس للشهداء اللي دفعوا عن أرض وطراب البلد دي بدمهم كتبوا اسمهم بحروف من دهب فعلا في زاكرة المصريين لن ينسوا أبدا مش هننساهم وهنفضل طول العمر فكرنهم وأجيال بعدين كمان هتفتكرهم وهم أحياء وعند الله يرزقون بشكر كل مشاهدين قناة صحة الجمال بشكركم في نهاية لقائي وبقولكم كل سنوات طيبين بعيد الحرية بالعيد اللي حرر مصر من الخوانة أراكم في حلقات جاية بإذن الله وأرد على التساؤلات وعلى الاستفسارات وعلى الشكاوى إنما النهاردة كان الحلقة لازم يكون ليها طابع خاص طابع الحرية طابع الفرحة اللي بتعم على أرض مصر بسبب إنجازات كتير حصلت في سنوات قليلة بشكركم في نهاية اللقاء وتصبحوا على خير وأراكم في حلقة جاية على خير بيديك ترجمة نانسي قنقر